قصتنا من الأردن مترامية في إحدى الأماكن هناك قرية ربما تكون أكثر الأماكن معاناة للفقر والضمك فهذه القرية الموجودة في مدينة معان جنوب الأردن تفتقر لأقل المقاومات التي يحتاجها السكان عادة هذه القرية مشاهدين تعيش يومها معتمدة على ما تجد به عليهم جمعية الأيتام هناك لكن القصة ليست هنا فهناك في هذه القرية من يعيش في قفص مكبل بسلاسل أغلقت هذه السلاسل أغلالها بيد أخي كيف ولماذا وما هي مأساة هذا الأسير وسجان الرحيم الذي يربط أخاه ومع كل عقدة دمعة التفاصيل عند مراسلنا عماد العضاية والله وضع القرية محرومين والله من كل شيء لا خدمات ولا أي شيء محرومين منك يعني من لا مدرسة لا نارة لا كل شيء والله محرومين والله يمكن أن تشفت بعينك يعني أجبت بصمت حائرا ماذا أقول وعيني ما زالت تحاول أن تستفيق من هذا الحلم لكنه لم ينتهي ورائحة الفقر وحبات التراب الذي أظنته خطوات أهله الحفاه تقودني إلى ما لم أتصوره أبدا فكيف لي أن أصدق نصف ما أرى ولا شيء مما أسمع قلبت الآية لم أصدق شيئا مما رأيت وآمنت بكل ما سمعت عن قسوة الأخي على أخيه وكيف لبشر أن يكون ضحية لضحية سبقتها ولكن ماذا عن صالح؟ هذا الذي تحمل ما لا تتحمله حتى البهيمة فهذا الرباط من فك عن قدمه منذ عشر سنوات فهل فعلا أن مرض الصرع الذي يعاني منه كان السبب أم أن لسماح عذرا يشفع له سجنه لأخيه بقفص لا يحميه من حر الصيف وبرد الشتاء نحن عائل 12 عندي عيالي وهو 13 أنا عندي غرفة غرفتين بالأجار حتى نمسجرهم في الأجار وما نقدر بالله أسوي له غرفة يستذري فيها يعني عن المطار عن الشمس عن كذا يعني غيرها البراكية يعني ما قدرتي بالله أسوي له شيء وجه صالح بيمينه الذي أكلته النار ويساره الذي لم لم بقايا ملامح البشر فيه يشبه حاله مع المرض كيف فالجواب عند صالح في مرض يعني هالساعة يتواجد صرع صرع ما اختلف عن حالي فالضلخة ما اختلف عن حالي ما دي عن حالي ما اختلف وغالي يربطني ردني أخوي يربطني حجزني لم يصح حالي وثير منتاز بحل الرباط عني أنا فهل براكية الحديدة يدي سوينها بخشب خشب قبل وامي عندي سويتها لي ولم وامي راحت وابي راح صالح اشعل لنا النار واعد لنا شاية مشفقا علينا من برد اعتاد عليه وعرفنا على صديقه الوحيد الذي يؤنس وحدته غير معترض على قضاء الله وقدره داعيا ربه كان الله يسر لي وحط لي قبله وزهى لي بعدين وطبت من المرضي بقول بلكي اني طلب يا أمي تقبلني وحدة تقبلني بعدين وذي غرفة غرفة وحمام بس غرفة وحمام وحدة بل حالها بس بدل بدل الحديد هذه اللي البراقية اللي غار ما تكفاني وتفكي من الصقع أمنية يكبلها رباط من حديد قد تعجز الكلمات عن وصف ما تراه العين من واقع مؤلم ربما يصلح بأن يكون قصة درامية لأحد المسلسلات فأي منطق وأي عرف يقبل بأن يقضي بشر من لحم ودم حياته مكبلا بأغلال داخل سجن بذنب لم يقترف ألم لن يشعر به سوء فطعم الحرية محرم عليه ما دامت زوايا هذا القفص مثواه لبرنامج MBC في أسبوع عماد العضايلة محافظة معان أميسي في أسبوع منكم وإليكم وفيه أيضا اشتركوا في القناة